المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في نشرة الأخبار من الفضائية الإلكترية وفيها جهود للدفع في ورامل التنمية في القوة أنشطة تنموية فعالة لكلاب العمل الصيفي في شمال البحر الأخبار صيانة توسعة طريقة باروة عبد بزارها الصين تنفيذ تهمات أمريكية بشأن أنشطتها في القطب الشمالي اتفاق فلسطيني على حكومة وحدة عقب حوار الصين الأردنتين تسجل أكثر من 227 ألف حالة نصابة بهم أهلا بكم مشاهدينا بحثت إدارة مدرية مصوّع القضايا المساعدة للدفع ببرامج التنمية المتمثلة بتحصيل الضرائب وأنشطة التشجير ورفع إرادات الرياضة ونظافة البيئة وإمدادات المياه وفي اجتماع الذي عقد في 18 يوليو تم عرض تقارير البرامج التنمية التي تم تنفيذها في النصف الأول من العام وأفادت التقرير الخاص بوضع إمدادات المياه في مدينة مصوّع أن قلّة كمية المياه المنحدرة من المرتفعات إلى دوغالي إضافة إلى بعض المصاعب الفنية قد أثر سلبا على خدمات المياه خير أن المشكلة تم حلها بشكل أساسي من كلال أنشطة شركات عددهالو في عام 2022 وذكر التقرير بناء أربعة خزانات بسعة 15 ألف متر مكعب في فورتو وتركيب الأنابيب بطول 40 كم من دوغالي إلى فورتو وبعد المناقشات التي يجرىها الاجتماع قدم المشاركون توصيات ومقترحات بشأن التحصيل السليم لإيرادات الرياضية والضرائب وتعزيز المشاركة العامة في نظافة المدينة والأنشطة التنموية الأخرى وفي كلمته الختامية حتى مدير مدينة مصوّع السيد هيلي أسفه على العمل المضاعف لتنفيذ البرامج التي لم تنفذ في الأشهر الستة الماضية لأسباب مختلفة والبرامج الجديدة يقوم طلاب المشاركون في حملة التنمية الصيفية في إقليم شمال البحر الأحمر الجارية للمرة السادسة والعشرين يقومون بأنشطة تنموية فعالة في خمسة عشرة نقطة عمل بخمس مدريات وأوضح منسق حملة طلاب التنموية الأستاذ في السهد سيونتكيه أن الحملة التي ستستمر لأربعين يوما على مستوى الوطن يشارك فيها ألف واربعمائة وستة طالب في إقليم شمال البحر الأحمر في مناطق قرورة ورقفة وأفعبت وقندع ومصوّع بإشراف معلمين وخبراء زراعيين وتركز على بناء وإصلاح الحواجز المائية والمدرجات وإعداد الحفر والتشجير ورعاية الأشجار بالإضافة إلى تنظيف شواطئ البحر وصيانة الأثاثات المدرسية وقال أن البرنامج نفذ مسبقا في مصوّع وضعا في الاعتبار لأوضاع المناح ويجي في المديريات الأربع الأخرى منذ الخامس عشر من يوليو الجهرين وذكر بأن قلة أدوات العمل تمثل أحدى التحديات الرئيسية أكد الطلاب المشاركون في الحملة التنموية استعدادهم لاستكمال جدول أعمالهم بشكل فعال تقديرا لأهداف الحملة وزعت وزارة الزراعة 150 كونتال من البزور للمزارعين في مدرية الدباروة في الثامن عشر من يوليو الجاري بهدف تمكينهم من الاستفادة من الخريف المبشر وقد وزعت بذور الطاف على الأسر المحتاجة وأسر الشهداء في 27 ضاحية ووضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في الأقليم الجنوبي السيد جرمايتس فامكيل أهمية تقديم البزور داعيا المزارعين للاستفادة المثلاء منه أفاد مسؤول عيادة رمالي في مدرية فورو بأن التطعيم في النصف الأول من هذا العام ارتفع بنسبة 30% وذكر مساعدة طمريض أحمد صالح ارتفاع عدد النساء الحاملة التي راجعنا العيادة بنسبة 79% والتي ولدنا فيها بنسبة 48% وعدد المواطنين الذين حضوا للفحوصات طوعا بأكثر من 52% وقال مساعدة مريض كوبروم قبر مكيلة الذي عمل في العيادة لأكثر من عامين أن أنشطة التوعية الصحية التي تركز على الوقاية من الأمراض وعلاجها واستخدام الطب الحديث يتم تنفيذها إلى جانب تقديم الخدمات الطبية وأوضح مستخدمون العيادة أن إقامة العيادة واستغريتهم ساهمة في تخفيف معاناة معاناة المجتمع بشكل عام والنساء والأطفال بشكل خاص ودعى مدير ضاحية إيرومايلي سيد رمضان عينه إلى تلقية العيادة إلى مركز صحي مع تزايد وعي المجتمع بالتطعيم ورعاية الأمومة والطفولة على وجه الخصوص وتقدم عيادة إيرومايلي الخدمات لضواحي إيرومايلي ومالكا ودناللو وربا حداس وجزء من ربا ربيع تقوم غراء زربين وعدغاري وعدبارو وعدبازاغة بصيانة وتوسعة طريق دبارو وعدبازاغة الترابي أوضح مدير ضاحية عدبازاغة سيد قبرهيوت قبرزاب هيرا أن الطريق حيوي للمنطقة وتجريفه سيول باستمرار ويخفف العمل الجاري المدعوم بالآليات من المشكلة وأشهد مسؤول الخدمات الاجتماعية في مدرية دبارو وسيد أبرهام يوسيف بالمبادرة المجتمعية مؤكدا على تعاون إدارة المديرية وتبعد عدبازاغة مسافة 12 كيلومتر إلى الشمال القربي من دبارو نظمة أنشطة توعية صحية للبقاياة من مرض الملاريا وضمان سلامة الأم والطفل في جميع إدارات الضواحي في مدرية مايمني وأضح مسؤول الخدمات الصحية الممردة أسمرو مسكدوم أن الحملة تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام حول الوقاية من مرض الملاريا وعلاجه ومكافحة المرض والوفيات الناجمة عنه وذكر كافة شرائح المجتمع بالمشاركة واتخاذ التدابير العملية لحماية الأمهات والأطفال داعيا الحوامل لمراجعة المؤسسات الصحية للتعرف على أوضاعهن الصحية كما دعا الأسر لتطعيم الأبناء والحفاظ على وثائغة التطعيم واتباع تعليمات الكادر الصحي للوقاية من الأمراض الناجمة عن نص النظافة تم في الأقليم الأوسط حياء اليوم العالمي لمتلازمة السبقية إكسل هش على مستوى البلاد تحت شعار تحقيق مصالح وحقوق المعاقنة دهنيا وقال مسؤول الفرع العاغة الدهنية في الأقليم الأوسط السيد ياسين أحمد أن متلازمة إكسا هي ظاهرة غير معروفة في عملية تطور مفاصل الدباق وتعكس مجموعة من الأعراض الجسدية التي تصبح أكثر ضوحا مع التقدم في السين وتؤثر على واحد من كل أربعة ألاف رجل وواحدة من كل ثمانية ألاف امرأة ودعت مسؤولة العلاقات العامة بالجمعية السيدة فاطمة عبد الرحمن إلى زيادة دور كافة شراحة المتمع لتمكن الأشخاص ذو الإعاقة من الخروج من منازلهم والمشاركة في كافة الأنجطاء الاجتماعية وحث المدير العام لأسما الخدمات الاجتماعية في الأقليم الأوسط العقيد قبرها النسوة الدقرقيش لتوسيع تعطيل الجمعية في جميع قطاعات المجتمع وتم الاعتفال باليوم العالمي لمتلازمة إكسا للمرة الرابعة في جميع أنحاء العالم ولأول مرة في البلاد مشاهدين أشرفتنا التواصل من الفضائيات الإيرتية ولكن بعض الحاصل قصير فابقوا معنا ندد التأصين بما سمته تصريحات غير المسؤولة التي أدلت بها الولايات المتحدة بشأن الأنشطة العادية لبكين في منطقة القطبة الشمالية وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الأمريكي أن الروسيا والصين تتعاونان بشكل متزايد في القطبة الشمالية وهو ما يمكن أن التأثير على الاستغرار الأقليمي وما يمكن التأثير على الاستغرار الأقليمي وقال تغرير البنتاجون أن التعاون الوثيق بين روسيا والصين والتحالف المتزايد في المنطقة يثير القلق وتعمل الصين وروسيا معا لتطوير طرق الشحن في القطب الشمالي حيث تسعى روسيا إلى توصيل المزيد من النفط والقاز إلى الصين وسط العقوبات القربية بينما تسعى الصين إلى طريق شحن بديل لتقليل اعتمادها على مضيق ملقاء ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن فصائل فلسطينية عديدة من بينها حركة حماس وحركة فتح اتفقت على إنهاء الانقسام بينها وتشكيل حكومة وحدة وطنية وذلك لخلال حوال في الصين وذكر تلفزيون الصيني المركزي أنه جرت توقيع على إعلان بكين في الحفل الختامي لحوال المصالحة بين الفصائل استضافته بكين من 21 إلى 23 من يوليو وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن أهم نقطة في إعلان بكين هو تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية لإدارة الشؤون الفلسطينيين وكثف المسؤولون الصينيون جهودا في الدفاع عن الفلسطينيين في المحافل الدولية في الأشرة القليلة الماضية إذ دعوا إلى عقد مؤتمر سلام إسرائيلي فلسطيني أوسع نطاق ووضع جدول زمني محدد لتنفيذ حل الدولتين سجلت الأرجنتين أكثر من 527 ألف حالة إصابة بحمى الضنك حتى الآن هذا العام بزيادة أكبر بـ 3.2 مرة عن العام الماضي بالرقمي من حدوث انقفاض في عدد الحالات المسجلة مؤخرا حسب ما ذكرت وزارة الصحة وأفادت الوزارة في أحدث نشر وبائية وطنية أن مسؤولي الصحة أبلغ في الأسابيع 28 الأولى من هذا العام عن 97% من إجمالي الحالات المسجلة خلال الموسم بأكمله بدءا من الأسبوع الوبائي 31 من عام 2023 وحتى الآن توفي 401 مريض بسبب حمى الضنك هذا العام وتم ستسجيل أكبر عدد من الحالات في المنطقة الوسطى وهو ما يمثل 60% من الإجمالي مقارنة بـ 24.9% في المنطقة الشمالية الغربية و13% في المنطقة الشمالية الشرقية قالت شركة المشقلة المطار في مدينة كاتانيا بشرق سقلية أن الرحلات الجوية توقفت بعد ثوران بركان جبل إتنى القريب مما تسبب في مشاكل جديدة للسفر خلال دروة الموسم السياحي الصيفي وإشهد بركان إتنى حد أكثر البراكين نشاطا في العالم نشاطا مكثفا في الياب الأخيرة حيث غذف الرماد الساخن والحمم البركانية وكان مطار كاتانيا قد أغلق بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الرماد في السماء وهي بمثابة مركز لشرق السقلية وتجذب عادة أكبر من الوافدين مقارنة بالعاصمة بانريمو وقال البيان أن السلطات قررت تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمقادرة مضيفا التعليق سيؤدي إلى إلقاء الرحلات أو إعادة توجيهها إلى مطارات أخرى مضيفا أن العمليات العادية ستستأنف بمجرد انتهاء تساقط الرماد مشاهدين قبل الختام لكم التذكير بأهم مواجهة في هذه النشرح من أنباء جهود للدفع ببرامج التنمية في مصواء موسيقى عميش لكم تنمية فعالة لتنباب العرب السلطيش في شمال البحر الأخضر موسيقى سيغانة توسعة طريق الدبار وعد بزاغة الصين تنفيه تهمات أمريكية بشأن أنشطتها في القطب الشمالي واتفاق فلسطيني على حكومة وحدة عقبة حوار صين والأرجنتين تسجل أكثر من 527 ألف حالة إصابة في حمدرك مشاهدين انتهت النشرح شكرا على حسن المتابعة تحية لكم إلا ما كنتم إلى اللقاء موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى